مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله وصلتني الأسبوع الماضي على الواتس أب قصة الآن القصة قد تبدو عادية وطبيعية وممكن أن تحدث في كل بيت لكن أنا اعتراضي على نهايتها سأعرضها عليكم ونرى معا هذه القصة قال إحدى السيدات جاء زوجها إلى البيت فجأة وقد عرضت عليه سفرة لمدة أربع أيام فقال لها تعالي أذهب بك إلى بيت أهلك فتبقين في غيابي هناك أحسن من أن تبقي وحدك في المنزل السيدة فوجئت لم تكن مستعدة لهذا الخروج فقالت له لا خلص أبقى أنا هنا وإذا حدث معي أي أمر أتصل بأهلي فيأخذونني إلى بيتهم خطر في بال هذه السيدة أن تنظف بيتها في غياب زوجها عندها ولد واحد فقط يبلغ من العمر سنتان ونصف دخلت إلى الحمام وبدأت بعمليات التنظيف وأقفلت عليها الباب فجاء صغيرها وأقفل يعني هي أغلقت الباب فأقفله عليها من الخارج هلأ هي قصة طبيعية عادية ممكن أن تحدث في كل بيت لكن هنهم بقى أضافوا عليها أشياء أنه الصغير بدأ يبكي الأم ارتاعت حاولت أن تشرح له كيف يفتح الباب لكن يبدو كانت غاضبة ولم تكون هادئة معه جاء الليل الطفل يبكي جائع الأم ما عندها نور في الحمام لأنه زرء النور في الخارج ظل الولد يبكي ثلاث أيام متواصلة الأم ظلت قلقة ثلاث أيام متواصلة لا تستطيع الاتصال بأي أحد بيتها في مكان مقطوع صرخت من الشباك لم يسمعها أحد فما الذي فعلته بعد كل هذا؟ تخيلوا أنها جلست أربع أيام كاملة تنتظر رجوع زوجة من السفر جاء الزوج من السفر فتح الباب فوجد ابنه في خارج الحمام ميتا على الأرض ووجد زوجته وقد بيض شعرها وجنت فما رأيكم بهذه القصة؟ هلأ أولها قصة طبيعية عادية تحدث في أي بيت الظروف اللي أضافوها نتقبلها أنه زر النور بالخارج البيت مقطوع ما في أي أحد لكن يا ترى لو حدث مع الإنسان أمر كهذا يجلس وينتظر ثلاثة أيام ابنها يبكي في الخارج وهي جالسة في الداخل تنتظر قدوم زوجة من السفر ما قلت الحيلة هذه؟ أليس لديها أي وسيلة تستعملها للخروج؟ ما ممكن أن تفك مثلا أي قطعة من الحمام وتحاول كسر الباب بها ما هو الباب بالآخر؟ طبقتين من البلاكي وداخل فراغ ممكن أن تكسر بأي شيء معقول تترك طفلة جائع وخائف في الظلام لا يستطيع أن يتصرف طبي يا ترى لو هذه الأم كلمت ابنها بهدوء وقالت له افعل كذا أو أحضر الجوال أو حاول أن تدير المفتاح يمينا ويسارا ولد عمره سنتين ونصف ما كان ممكن أن تنجح في الخروج وإنقاذه؟ أنا هذه القصة أعجبتني لأستفيد منها الآن بما يحدث في سوريا كل ما يحدث في العالم الكبير يحدث مثله في البيوت الصغيرة لا تظنوا أبدا أن السياسة والتعاملات الخارجية بعيدة عن الأشياء العائلية ودائما يشبهون لنا الأسرة بالدولة مثل نظام الدولة يكون الأب فيها الرئيس والأم المستشار والأولادهم الرعية فأي قصة تحدث في البيت الصغير تكون هي معبرة عما يحدث في العالم الكبير لنفرد أنه نحن الآن في هذه الظروف التي حشدت في هذه القصة ظروف خارجة عن إرادتنا دفعنا إليها دفعا مجتمعنا الصوري أصبح محاصرا من كل مكان نحن الآن في الداخل الباب مقفل علينا في الخارج ما عنا أي إنارة هل نجلس وننتظر حتى يحضر الأب؟ طب لنفرد أنه هذا الأب سفره طويل كتير يمكن كان السفرة تكون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فهل تموت الأم أيضا وهي تنتظر؟ فإذا نحن نحتاج إلى الفاعلية الفاعلية موضوع مهم جدا وهو عنوان حلقة اليوم تكلمت قبل الآن عن أشياء تشابه الفاعلية تكلمت عن الوعي تكلمت عن ضرورته تكلمت عن آثاره لكن الآن سنتكلم عن الفاعلية كقيمة المفروض أن يحملها المجتمع السوري طيب ما هي الفاعلية الآن كتعريف؟ الفاعلية هي الشعور ينبع من الداخل يعني لا آتي أنا إلى الإنسان وأملي عليه ماذا يفعل لما بدأت الثورة السورية ما الذي حدث؟ لاحظنا أن مجموعة كبيرة من الشبان بدون أن يكلمهم أحد أو أن يستشيروا أي أحد أو ينتظروا إشعار من أي أحد انضموا وحدهم إلى المظاهرات ومن بعدها إلى الجيش الحر ومن بعدها إلى أشياء كثيرة إلى الإغاثة إلى أعمال كثيرة فالفاعلية في الأصل هي شعور داخلي ينبع من الإنسان لما يمر بظروف معين يشعر أنه عليه هو أن يفعل أي شيء لا ينتظر ميناء العالم الخارجي هذا الشيء كان موجود بالعالم من قديم لما احتلتنا فرانسا نحن في سوريا بالأول الشعب السوري انتظر حتى رأى ما رأاه من الاحتلال بالأول كان قليل الاعتراض قليل لكن بعدين ثار الشعب كله واستطاع أن يخرج فرانسا من سوريا من نحن وصغار نسمع عن الجزائر وماذا فعلت وكيف قدمت المليون شهيد لكي تتحرف بلاد كثيرة فعلت هذا فهذه هي الفاعلية هي الشعور يجعل الإنسان ينضم بدون تخطيط وبدون تنظيم يعني ينتقدون الآن الثورة أنها قامت بلا تخطيط وبلا تنظيم طيب هذا الذي حدث فماذا نفعل إذا انتظرنا حتى نخطط وحتى نرتب الأمور ممكن كان النظام يقضي على هذه الثورة قبل أن تقوى وتشتد كما هي الآن الفاعلية إذا لم تكن موجودة ألا نستطيع إيجادها؟ في الحقيقة نستطيع إيجادها هلأ الطفل الصغير أو الأطفال الصغر بشكل عام يكونون على أنواع في أطفال تكون موجودة عندهم الفاعلية لكن إذا ما لموجودة ماذا يفعل المربي؟ المربي يحاول أن يوجد هذه الفاعلية لنفرض أن طفل معين ما عنده حس النظافة أو طفل مثلا ما عنده حس التحمل المسئولية يعني يذهب إلى المدرسة يكلف الأستاذ بمجموعة من الوظائف وكمية من الحفظ نصوص معينة أو نصوص قرآنية أو شعر أو نسر فالطفل الذي يتحلى بالفاعلية يرجع إلى البيت متحمصا نشيطا تقول له أمه تعال إلى الطعام استرح قليلا ما رأيك أن نخرج لا يرضى أن يفعل أي شيء جانبي حتى ينهي هذه الواجبات المهمة يقوم بها أولا يكتب الوظائف يحفظ الدروس ثم بعد ذلك يصبح جاهزا لأن يقوم بأي شيء لكن الطفل اللي ما عنده فاعلية تأتي أمه فتقول له يا أبني وظيفتك يا أبني الحفظ يا أبني الدراسة كمان مجموعة جيدة ونسبة جيدة من الأطفال نراهم يبدأوا يتفاعلوا مع نصائح الأم ويقوموا بواجباتهم وحدهم فيتعودون على عمل هذه الأشياء طيب كيف نفرق أن هذا الطفل أصبح فاعلا من نفسه أن بقي معتمدا على والدته أو والده أو هذا المربي الذي يوجهه هذا يظهر معنا حين يسافر المربي مثلا أو يغيب لأمر ما أو ينشغل خارج البيت فالطفل الذي تعلم هذه الفاعلية نراه محافظا عليها يعني يتصرف وحده فيبقى يعمل واجباته ويقوم بحفظ دروسه يحافظ على عدات النظافة لو لم تكن أمه موجودة يعتني بأن يليف يديه يعتني بأن يفرشي أسنانه فهذا يكون قد تعلم الفاعلية وأصبحت تمشي في دمه فإذن من واجبات المربي أن يربي الفاعلية إن لم تكن موجودة وإن كانت موجودة أن يوجهها إلى الطريق السليم والطريق الصحيح لأن الفاعلية أحيانا تكون عشوائية قد تؤدي إلى تهور الصغير وإلى وقوعه في المخاطر لأنه بين الشجاعة وبين التهور شعر صغيرة وهذه التي يقوم المربي بإرشاد الصغير إليها وتوجيهه إلى الصوات الحياة ساحة صراع كبيرة والإنسان دائما في تحديات كل ما انتهينا من أمر يبرز لنا أمر آخر الإنسان إذا أراد أن يتزوج يواجه صعوبات كثيرة الإنسان إذا أراد أن يدرس خاصة دراسته الجامعية يلاقي عقبات كبيرة جدا هموم الدنيا كثيرة الموت الأشياء المفاجئة الحروب الزلازل دائما فيه تحديات بالنسبة للإنسان فإذا لم يكن الإنسان فاعلا وقادرا على تجاوز هذه الصعوبات تصبح حياته مشكلة كبيرة فالفاعلية كثير مهمة للإنسان في قصة أعجبتني عن تيمور لنك تيمور لنك الذي حقق هذه الانتصارات الكبيرة جدا يقولون أنه في أول غزواته على العالم هزم في معركته الأولى فأصيب بالإحباط وجلس حزينا في إحدى المناطق فألفت نظره نملة صغيرة كانت تحاول الصعود على الصخرة وكلما صعدت تسقط إلى أسفل فتحاول الصعود المرة تلو المرة حتى فازت واستطاعت أن تصعد إلى رأس هذه الصخرة يقال أن تيمور لنك أخذ منها استمد منها الفكرة وأن الإنسان يجب أن يحاول ويسابر وهذا أحد تعريفات الفاعلية هي المثابرة أن يصمم الإنسان على بلوغ الهدف الذي يريد الوصول إليه فقام إلى الجند وحمسهم ويقولون أنه من بعدها إذا صحت هذه القصة عنه أنه حقق كل هذه الانتصارات انظروا إلى إنسان على الباطل ليس على الحق ومن نملة صغيرة حيوان صغير حتى يعني نحن لا نقيم له وزنا تعلم درسا كبيرا واستطاع أن يغزو العالم ليهدمه فكيف بالإنسان الذي يحمل رسالة عظيمة ويحمل الخير إلى هذه البشرية فأغز العالم ولم يوقف بالآخر إلا معروف السلطان قدس المهم نتابع الفاعلية الفاعلية رأيناها الآن مع الذين خرجوا من حمس هل تصدقون الظروف التي كانوا بها؟ أنا سمعت من ناس كانوا موجودين داخل الحصار جوع حرمان مهددين ممكن بأي شيء قصف دمار لا يوجد عندهم أي شيء من مقومات الحياة عاشوا سنتين في ظروف أو أكثر في ظروف صعبة جدا ومع ذلك خرجوا منتصرين خرجوا بهدنه خرجوا رافعي رؤوسهم تعرفوا أن مرت عليهم أيام قال كانوا يدورون على أرصفة الشوارع فيجمعون الحشيش الحشائش الصغيرة التي يكون طولها هكذا فاليشوونها قليلا على النار ويأكلونها كان هذا طعامهم لما خرجوا ماذا يتوقع الناس منهم؟ وقد خرجوا إلى المناطق الآهلة وفيها الطعام وفيها الشراب خرجوا خرج بعضهم للقاء أهلهم نتوقع أنهم على الأقل يطلبون مدة استراحة شهر شهرين والله يستمدوا فيها القوة والصحة والعزيمة ثم يتابعون الجهاد لكن أكثرهم خرجوا إلى الجهاد خرجوا إلى المناطق التي تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى قوة فذهبوا إليها فكانوا كمن يتحرف إلى فئة أو يعني المهم أنه خرجوا من جهاد إلى جهاد بعد كل هذه المعاناة نفس الشيء سمعت عن أشخاص كمان أعرفهم دخلوا إلى السجون الأسدية وعانوا من العذاب الشديد والحرمان ونقص وزنهم ومع ذلك كان أول ما خرجوا خرجوا إلى العمل وإلى الجهاد وإلى متابعة هذه الرسالة الكبيرة وهذه أيضا من الفاعلية الإرادة القوية أثبتت الدراسات أن الإنسان الذي ينجح بالحياة ليس الإنسان الذكي والعبقري والمبدع بعكس نحن ما نحسب الآن نلاقي الجامعات تتصابق وحتى المدارس النموذجية والمدارس غير الربحية وهذه الأنواع من المدارس دائما تتصابق إلى الطلاب المتفوقين والمبدعين لكي تفتخر بهم ثم تذهب بهم إلى الجامعات الكبرى وتتبناهم لكي يقدموا للبشرية شيئا جيدا لكن الاكتشافات الحديثة تقول أن الإرادة والمثابرة تغلب هذه الأشياء التي نظنها هي الغالبة يعني حكوا لنا من زمان قصة الأرنب والسلحفة لا أدري لماذا دائما نقرأ هذه القصص الرمزية المعبرة ثم سرعان ما ننساها يعني السلحفة كانت تعرف ما هو الهدف كانت تعرف قدراتها فمشت إلى أهدافها بخطوة وراء خطوة وقدرت الوقت اللازم فوصلت في الوقت المناسب لكن الأرنب الذي هو أسرع والذي المفروض أنه هو أذكى ما ذا فعل؟ اعتمد على ذكائه فلم يستطع أن يفوز لأنه بالآخر كل شيء في الدنيا له وقت محدد إذا الإنسان أخلف في هذا الوقت فيكون من الخاسرين فإذا الوقت مهم جدا ونحن الآن في سوريا في الصباق مع الزمن إذا تقاعسنا أو تأخرنا قد تغلبنا الدولة أو تغلبنا الأمور الأخرى لأنهم ما زالوا يحشدون لنا ويخططون لنا وكلما استعجلنا كلما كنا في قوة وفي منعا عنهم لذلك أنا أرى أنه من ضمن الجهاد بالوقت والجهاد بالمال عفوا من ضمن الجهاد بالنفس والجهاد بالمال فرع ثالث هو الجهاد بالوقت وعلى فكرة الجهاد بالوقت يشمل الإثنان معا يعني الإنسان لما يجاهد بوقته الوقت هو الحياة يعني إذا نحن الآن ما جندنا كل طاقتنا لمحاربة هذا النظام فنحن في خطر الوقت معناته هو المال لأن الإنسان لما يعمل في هذه الثورة ويتوقف عن التكسب ألا يكون كمن جاهد بماله؟ في أطباء من المستشارين والمحترفين من الذين يعملون في مستشفيات معروفة ويكون راتب الواحد منهم يمكن ما لا يقل عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ربما أكثر من ذلك مع طبعا السكن والعلاج والدراسة وهذه الأشياء حين يضحي ويأخذ إجازة من غير راتب ويذهب إلى الداخل السوري أو إلى المناطق القريبة منه ويعمل عمليات ويساعد الناس ألا يكون قد جاهد بماله وجاهد بوقته أيضا؟ الأستاذ الذي يترك التدريس ويدخل إلى الداخل ويحاول أن يعمل توعية بين صفوف الناس وأن ينبههم وأن يشحذ هذه الفاعلية التي نريدها ألا يكون قد جاهد بوقته؟ أليس الوقت مهما؟ إني أرى الكثير أيضا من سيدات البيوت تترك بعض مسؤوليات زوجة بعض مسؤوليات أولادة وتقوم بعمل مشاغل للقياطة فتؤمن الملابس تقوم بعمل مطابخ فتبيع الطعام وتتبرع بهذه الأشياء كل هذا من الجهاد بالوقت الجهاد بالوقت مهم جدا أعود وأقول نحن في صباق مع الزمن لو توانينا قليلا فإن هذا النظام سوف يقوم بحجد المزيد من القوات المزيد من الخطط لو رضينا بهدنه فإنه سيقوي نفسه أكثر وسوف يغلبنا فيجب علينا أن نستمر في الفاعلية وفي العمل المستمر الأهل الواعون يحبون أن يضعوا أولادهم في دورات أو يرسلونهم إلى مخيمات لكي يتأوئل مع الكشافة أو مخيمات عادية ليتعود الأولاد على الحياة القاسية حتى أني قرأت قبل أيام قليلة على الإنترنت في مقالة في مجلة أردنية تقول السيدة التي كتبتها يبدو أنها أم تشكو من جلوس أولادها في المنزل أنها تتمنى أن تعيد المملكة الأردنية الخدمة العلم إلى الشباب لكي يتقوه ويتدرب على الخشونة تقول أن جلوس الأولاد في البيت أعطاهم نوع من الميوع والدعا والراحة وقد قال الشاعر قديما إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة فحين يذهب الشاب إلى خدمة العلم يتعود على الاستيقاظ المبكر يتعلم على النوم القليل يتعلم على الجوع يتعلم على العطش ممكن أن يكون في جوه وليست فيه وسائل الراحة فيعاني من الحر أو يعاني من البرودة يعاني ممكن من الناموس من بعض الأمراض ولا يوجد علاج فعال أو حقيقي في هذه الظروف فيأتي وقد ذهب بغير الوجه الذي ذهب به يصبح رجلا قويا نفس الشيء الكشافي شعارهم كن مستعدا فيكون دائما في حال التأهب يعطونه تدريبات صعود وهبوط ممكن يكون تعبان نعسان يكرهونه على فعل أشياء كل هذا لماذا؟ لصالح هذا الشاب لكي يكون قويا وقادرا على تحمل المسؤولية ما يحدث في سوريا الآن هو نوع من هذا التدريب الشباب السوري كان بدأ يعيش مثله مثل أي شباب في حالة من الدعا والاستقرار ونسي أنه في قضايا بالعالم أو أنه يعيش من أجل شيء هلأ كانت وسائل الترفيه هذه التي جاءتنا جعلت لحتى يتسلى فيها الإنسان في أوقات الفراغ المفروض أنه كل إنسان إما أن يكون طالب فعليه أن يجد ويجتهد وإما أن يكون رجل مسؤول عن أسرة فعليه أن يعمل خلال ذلك وسائل الترفيه هذه يستفيد منها في تغيير الجو في الترفيه في التسليه ثم يعود إلى الحياة الجادة لكن نحن أصبحت حياتنا كلها في هذه الأشياء نرغب أصبحت التسليه هي الهدف فمن هنا جاء الخطأ أعود لأقول أن ما يحدث في سوريا ربما نوع من الدورة التدريبية فلا تبتأسوا دعونا نأخذ إيجابيات الأشياء أنا أعلم أنها دورة قاسية وربما تكون أقصى من أي دورة أخرى ولكن إذا أردنا أن نكون فاعلين علينا أن نستفيد من الإيجابيات ولا ننظر إلى السلبيات فلنقول أنها دورة تدريبية ربما قاسية قليلا ولكنها ليست قاسية على الجميع لأن سوريا كما ذكرت قبل الآن أصبحت متفاوتة كثيرا وظروف كل شاب تختلف عن الآخر الذي يقيم في الجنوب ليس كمن يقيم في الوسط وليس كمن يقيم في الشمال وهكذا اختلفت الأوضاع لكن الشيء الوحيد الذي اتفقنا عليه كلنا أو على الأقل الخيرين والفاعلين هو إزالة هذا النظام وهذه هي الفاعلية فإذا نحن الآن لدينا هدف كبير لا تستقل به هذا الهدف على مستوى البشرية على مستوى هذا القرن سيكون عظيما جدا إزالة نظام مثل هذا النظام أمر كبير وكل شاب يحب أن يحقق ذاته يحب أن يكون له دور في هذا العالم الآن جاءك هذا الدور لتكون فاعلا ولتصنع شيئا كبيرا في هذه الثورة فالمجال مفتوح أمام كل شاب لكي يساهم ويشارك حسب الطاقات كل مدينة يشارك فيها الشاب حسب الظروف الموجودة فيها الذي أعرف أنا أنه سوريا مجهزة بملاجئ على الأقل دمشق كانت كذلك بحرب 73 كان تحت في كل بناء يوجد ملجأ كان مجهز بالإسمنت المسلح من أجل هذه الحرب وللأسف جاء يوم واحتجنا لأن نستعمل هذه الملاجئ ضد النظام المفروض الذي يحمي البلد ويحمي المدنيين ولكن تدور الدوائر وبدل أن تهجم علينا إسرائيل هجم علينا هذا النظام فلماذا لا يقوم الشباب بتجهيز هذه الملاجئ بطريقة مريحة للناس تجهز بالمآكل بالشرب تجهز بالمفارش للنوم خاصة بالمناطق التي تفاقم فيها رمي البراميل وأصبحت الحياة فوق سطح الأرض صعبة ومتعذرة لماذا لا تصبح هذه الملاجئ مثل الصالونات الأدبية القديمة التي كان يجلس فيها الناس فيبحثون موضوعات كبيرة يتناقشون في موضوع فممكن أن تصنع هذه الملاجئ من أجل ذلك يطلق فيها الناس يتناقلون الخبرات يتناقلون الأخبار وكل واحد يطرح ما عنده من حلول ويتصرفون ولا تقولوا أن الموجود تحت القصف وتحت البراميل غير الإنسان الموجود في دمشق غير الإنسان الموجود في القارج طب ماذا نصنع إذا كانت هذه ظروف خارجة عن إرادتنا بالعكس نحن يجب أن نشكر لأننا نحاول أن نساعد من بالداخل إذا كان الإنسان الموجود تحت قصف البراميل لا يستطيع الهروب داخليا لا يستطيع الهروب خارج الدولة لا يستطيع أن يفعل فيجب أن يفعل شيء في الظروف التي حوصر فيها فإذا حوصر في هذه الظروف يحتاج إلى الاستشارات يحتاج إلى الشحذ الهمة يحتاج إلى هو أن تكون عنده إرادة وعزيمة ومثابرة فيأخذ الأفكار ويحاول أن يصنع منها أي شيء يمكن أن يصنع فكل بلد لها ظروفة كل مدينة لها ظروفة ويستطيع كل إنسان حسب المكان الموجود به أن يصنع الشيء الكثير ونبشر بأنه هكذا تبدأ الأشياء تبدأ صغيرة ومهما كانت قوة هذه الدولة فإن قوة الدول الأخرى كانت أكثر ومع ذلك زالت وذهبت وأنا دائما أحب ضرب الأمثال بالتتار لماذا؟ لشدة بأسهم فكلنا نعلم أن التتار اكتسحوا العالم الإسلامي بطريقة غير طبيعية يعني لم يكتفوا بهدم المدن كما يصنع الآن النظام لقد أبادوا جميع السكان يقال أنه في مدينة واحدة قتلوا ثمانية ملايين ولا أدري مدى صحة هذه الإحصاءات فعلينا أن نأخذ درسا أنه استطاع رجل واحد أن يهزم هذه الدولة الكبيرة وإذا أردنا أمثلة من الواقع كمان في إحصائية حديثة قرأتها على الإنترنت وكمان المشكلة أن الإنترنت لا يستطيع الإنسان أن يجزم بصحة الإحصائيات لكنها حسب ما نرى على أرض الواقع هي صحيحة يقولون تخيلوا أن أهل السنة 10% منهم فقط خرجوا في هذه الثورة ويقاتلون الآن مع الجيش الحر ومتحمسين بينما لو أتينا إلى العلويين نجد أنه 40% منهم الذين خرجوا لنصرة الباطل أليس هذا أمرا محسنا ومؤسفا ويدعو إلى الأسى فبما أن الفاعلية يمكن إيجادة ويمكن شحذة فتعالوا نتعاون معا جميعا والثورة الآن في أوجها وسيتحدد مصيرها إن شاء الله في أيام قلائل فدعونا نتعاون معا ونحاول أن نحشد الطاقات ونشحذ الفاعلية من الداخل ومن الخارج من الصغار ومن الكبار حتى من الأمهات والآباء وزرع في الأولاد وإن شاء الله سوف ننتصر ونسرع أيضا في هذا الأنصر والسلام عليكم ورحمة الله مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم